وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجازب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وآداء القطاع المصرفي بالدولة حيث عرض محافظ البنك المركزي عددا من الموضوعات ذات الصلة من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتبارا من الأول من يناير عام 2024 تقضي بإعفاء العملاء من كافة المصرفات والعملات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين لاستخدام الخدمات المالية الرقمية ما يسهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفيه مستزمة الانتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية ترجمة نانسي قنقر